للمرة الأولى يلتقي الرئيس هادي بالمبعوث الأممي مارتن غريفت في العاصمة المؤقتة عدن التي عاد إليها مطلع الشهر الجاري بعد غياب امتد لأكثر من عام ونصف زيارة قصيرة وأهداف محدودة فما إن توقفت الطائرة في عدن حتى غادرتها إلى مسقط للقاء ممثلي ميليشيا الحوثي هناك الرسالة التي نقلها المبعوث الأممي إلى عدن كانت واضحة ومحددة تتعلق بميناء الحديدة والصراع الدائر في المحافظة الواقعة على ساحل البحر الأحمر بحسب المصادر الرسمية فقد أبلغ المبعوث الأممي الرئيس هادي بموافقة ميليشيا الحوثي على مغادرة ميناء الحديدة وتسليمه للإشراف الأممي وهو ما كان طلبا قديما للتحالف العربي منذ أكثر من عام الرئاسة اليمنية جددت تأكيدها على أهمية انسحاب ميليشيا الحوثي من الحديدة مقابل الموافقة على استئناف جهود البحث عن تسوية سياسية الدبلوماسي البريطاني حزم حقائبه سريعا وغادر باتجاه مسقط للقاء الحوثيين هناك لإبلاغهم بموقف الحكومة الشرعية والتحالف في محاولة لوقف نزيف الدماء في المحافظة الأكثر فقرا منذ حوالي إسبوعين وما زالت المواجهات مستعرة في الحديدة بين القوات المحلية المدعومة من التحالف من جهة وميليشيا الحوثي من جهة أخرى دون خارطة محددة للصراع الذي يمتد على طول الساحل الغربي وصولا إلى قرب الميناء بالتزامن مع المواجهات لم تتوقف حركة النزوح الكبيرة لسكان المحافظة في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة والتعقيد ربما حان الوقت لسؤال ما بعد الحديدة وهل سترضخ الميليشيا للضغوط المتصاعدة عليها أم أنها ستستمر في حربها داخل المحافظة واستخدام المدنيين دروع بشرية فيما يصبح الحديث عن حل سياسي واحد من أكبر المواضيع استهلاكا للجهد والمنطق وتهربا من المسؤولية الجماعية للعالم والإقليم عن مأساة اليمنيين التي نجم عنها آلاف الضحايا على هامج الصراع الإقليمي في واحد من أفقر بلدان العالم